النائب السابق حسن يعقوب ضيفاً في الخيمة التي احتضنت محبيه لأكثر من سبعة أشهر استنكاراً لتوقيفه بعدما وشهت إليه اتهامات في اختطافها النبع للقذافي واقضياده من سوريا إلى بقاع لبنان تحت رمي الأرز وأطلاق المفرقعات كما النار في الهواء وصل يعقوب خشود شعبية وإعلامية حاصرت النائب السابق وبأجواء من الفوضى العارمة صرح أول كلمة بعد الحرية متواعداً بالرد 38 سنة على المنابر وبالقانون القذافي عدو لبنان مش هيك الأمر المعروف؟ القذافي عدو لبنان على المنابر وبالقانون واللي موجود الآن بالسجن ابن القذافي مظبوط وطلعت دي أن أي صح وهويته مظبوطة ليش عملتوا بعيد الشيخ محمد يعقوب هاي؟ هايك بيشتغلوا هايك الأمانات أنا طول عمري فخري الكبير أنه والدي شيخ محمد يعقوب المغيب المظلوم ولكن فخري صار أكبر وعزتي صارت أكبر بس شعرت بأشهر سبعة مالي شهور بالمظلوميته من 38 سنة المعتقل ما إلو إيمي أكتر من كل لحظة قدطة مرت الشيخ محمد يعقوب وعيلته وأحفاده على الطريق أقسموا بالله ستتدحرج أصنام اللحم والدم تحت الأخدام يعقوب طلب بوقف إطلاق النار في الهواء وغدر معلنا فضل اعتصام فرفعت الخيمة من جهته أكد وكيله القانوني أن الملف لم يقفل بعد نحن متبعين الملف ونحن مدعيين على هنبع القذافي لأنه هو السبب بتوقيفه من نهاية في عنا خصم يعقوب وليده اختطف مع الصدر الذي أعاد توقيفه كما اختطاف القذافي وضع الملف في الواجهة اللبنانية